موسيقى نشرة والظهيرة مشاهدنا الكرام من داخل استوديوهات قناة الأخبار المغربية اهلا بكم بداية هذا العرض الإخباري بالشأن الوطني حيث أفدت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقبة تشجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و44 درجة من الثلاثاء إلى الجمعة القادمين بعدد من أقاليم المملكة المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظى برتقالية أنه يرتقب تشجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و41 درجة يوم الثلاثاء القادم بكل من تارودانت وأقادير وأسفية ومراكش وطاطا وأضفت المديرية أنه من المرتقب كذلك تشجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و41 درجة من الأربعاء إلى الجمعة القادمين بكل من العرائش ووزان ومكناس وفاس وتونات والخميسات والقنيترا وخريبكا إلى الشأن السوداني حيث تتوالى عمليات إجلاء رعاية دول غربية وعربية من السودان إذ أعلنت دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا إجلاء موظف سفاراتها في الخرطوم وعائلاتهم بسبب تواصل الاشتباكات بين الجيش وقوة الدعم السريع لليوم العاشر على التوالي رغم سريان الهدنة شيمة جبران توافينا بباقي التفاصيل وسط تعهدت من طرفي النزاع في السودان بتسهيل عمليات إجلاء الأجانب دول كبرى تقوم بترحيل رعاياها على نحو عاجل حيث أعلنت أمريكا وروسيا إجلاء موظف سفارتها في الخرطوم وعائلاتهم تبعتهم في ذلك كل من فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، مصر والأردن وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إجراء جيشه عملية لإجلاء موظفي الحكومة الأمريكية من الخرطوم مؤكدا وقف أنشطة سفارة بلاده في العاصمة السودانية مؤقتا وفيما تتصعد حدة الاشتباكات في الخرطوم تعكف دول أخرى على التنسيق لضمان إجلاء رعاياها في أقرب وقت ممكن وبشكل آمن وإلى ميناء جد السعودي وصل 91 سعوديا ونحو 66 شخصا من دول أخرى من بورت سودان على متن سفينة حربية وأشارت وسائل أعلام سعودية إلى أن أربعة سفن أخرى قادمة من السودان ستصل إلى جد على متنها 108 أشخاص من 11 دولة وما تزال الدعوة الدولية قائمة للالتزام بهدنة عيد الفتر من أجل تمكين المدنيين من التقاط الأنفاس في شأن السوداني دائما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما بين 10.020 ألف سوداني فروا نحو تشادة من المعارك الجارية بالبلاد بين طرفي المكون العسكرية سكينة مسوية في التفاصيل المعارك الدامية في السوداني بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تدخل في يومها العاشر مخلفة مئات القتلى وألاف الجرحة وأمام استمرار الاشتباكات ووسط أزيز الرصاص فر ما بين 10.020 ألف سوداني نحو تشادة حسب ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأطفال والنساء يمثلون غالبية الأشخاص الواصلين إلى تشاد وتعمل المفوضية بشكل وثيق مع الحكومة التشادية ومع الشركاء لتقييم احتياجاتهم وحسب المفوضية فإن المناطق الشرقية من تشاد تدم أكثر من 400 لاجئ سوداني مشيرة إلى أن استضافة القادمين الجدد تدعو ضغوطات إضافية على الخدمات والموارد العامة للبلاد دولياً أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن طرد أكثر من 20 دبلوماسياً ألمانياً من أراضيها كرد على إجراء مماثلة اتخذته برلين في وقت سابق بقي تفاصيل معك شيماء بكا تشبثاً بمبدأ المعاملة بالمثل الذي تتبناه الخارجية الروسية في تعاملها الغربي ردت روسيا بسلسلة إجراءات على قرار برلين بطرد جماعي لديبلوماسيين روس من ألمانيا الرد جاء على لسان متحددة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا التي طلبت أكثر من 20 دبلوماسياً ألمانياً مغادرة الأراضي الروسية على الفور وكانت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق نشرت بياناً لها وقالت فيه ندين بشدة تصرفات برلين هذه التي تستمر في تدمير النطاق الكامل للعلاقات الروسية الألمانية بما في ذلك بعدها الدبلوماسي من جهتها وزارة الخارجية الألمانية قالت إنها أخذت علماً بتصريحات زخاروفا مضيفة أن الحكومة الفيدرالية والجانب الروسي كان على اتصال في الأسابيع الأخيرة بشأن قضايا تتعلق بالموظفين في ممثليات كل منهما في الخارج وفي حريق اندلع في العاصمة الإسبانية مدريد قتل شخصان وجرح عشرة آخرون داخل مطعم إيطالي بحسب ما أفدت به السلطات الإسبانية عودة معاكي شيمة بكة لقي شخصان مسرعهما وأصيب عشر آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حريق شبه في مطعم إيطالي يقع غرب العاصمة الإسبانية الحريق اندلع في ساعات متأخرة من الليل حين كان نادل المطعم يقدم طبقا مشتعلا لزبناء قبل أن تتمدد النار سريعا إلى نباتات الموجودة في المطعم وتحدث بذلك كارتة مخلفة أضرار بشرية ومادية وفور وقوع الحادث تدخل رجال طوارئ والسلطات الإسبانية على وجه السرعة لإخماد الحريق وإنقاذ الأشخاص العالقين بالمطعم فيما أفدت وسائل إعلام إسبانية أن أحد ضحايا الحادث هو نادل فيما الشخص الثاني من زبناء المطعم وفي الأخبار الدولية دائما نفع على الرغم من تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة من 10.1% في شهر مارس المقبل بـ 10.4% من فبراير الماضي إلا أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية بات يقلق البريطانيين لنتابع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية بات يثقل ويقلق كاهل المواطنين البريطانيين سواء منهم ذوي الدخل المنخفض أو المحدود ارتفاع بوتيرة لم تشهدها البلاد منذ سنين دفعت بالعديد من البريطانيين إلى الاستغناء على شراء بعض حاجياتهم الأساسية ورغم نشر مكتب الإحصاءات الوطنية لبيانات مفاذها أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة انخفض إلى 10.1% في مارس الجاري مقابل 10.4% من فبراير الماضي إلا أن المعدل يبقى أعلى بكثير من المعايير المعتادة للبلاد ويرجع سبب هذه الارتفاعات حسب محللين اقتصاديين إلى ضعف المحاصيل في البلاد فضلا عن الصراع الروسي الأوكراني الذي تسبب في أزمة غذائية عالمية بينما يجد السكان طرق للتعامل مع الحرارة الشديدة في تايلاند خلال الأسابيع القليلة الماضية سجلت البلاد أعلى معدلاتها على الإطلاق بلغ 44 درجة مئوية شيمة أبك تواجه تايلاند ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة حيث سجلت البلاد أعلى درجاتها منذ ما يقرب من 60 عاما بلغت 44 درجة مئوية بحسب وسائل إعلام محلية هذا وحضرت إدارة الأرصاد الجوية التايلاندية سكان البلاد من الوقاية وتجنب التعرض للأشعة الشمسية التي قد تؤثر سلبا على الصحة كما تتوقع من استمرار درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ويرجع ارتفاع درجات الحرارة هذه إلى المستويات الحمراء بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى تفاقم الأحوال الجوية إلى الأرجنتين حيث بات الزليج المغربي يسوق على أعلى مستوى في الخارج النموذج نطلعكم عليه من قلب العاصمة الأرجنتينية بويني سايرس من توقيع رشيد ماموني أينما وليت وجهك في هذا المسجد الزاوية المتواجد في قلب العاصمة الأرجنتينية بويني سايرس فثمت ما يشد انتباهك بالتأكيد إنه فن العمارة المغربية من زليج ونقش على الخشب أو على الجبس بالفعل تطغى العمارة المغربية في هذا المسجد بسبب الارتباط القوي عبر التاريخ بين الأندلس ودول أمريكا اللاتينية كما أن هناك أحفاد الإسبان الذين وصلوا إلى هنا حاملين معهم جزءا من الذاكرة الأندلسية وقد تم استقدام كل هذه الأجزاء كاملة من مدينة فاس المغربية ويقول رئيس الطائفة الصوفية سفر الجراح أن زوار المسجد غالبا ما يندهشون عند الدخول إلى هذا المكان الذي يجمع بصمات من المعمار التركي والهندي إلا أن الزليج المغربي يبقى هو الطاغي ويزيد الواجهتين الأمامية والخلفية للمبنى رونقا وجمالا ومنذ أكثر من ثلاثين سنة جاء شيوخ الطريق إلى الأرجنتين حاملين معهم رسالة التوحيد وتطورت الطريق حتى وصلنا إلى تأسيس هذا المسجد الذي نقيم فيه الصلوات الخمس ونذكر الله تعالى ونعرف بالإسلام عن طريق التصوف هذا وقد تم تجميع القطع الـ 36 ألف التي تزين المسجد من قبل 46 حرفيا من مدينة فاس قبل أن يتم نقلها وتركيبها في هذا المسجد الأيقونة المكون من ثلاثة طوابق بمساحة 700 متر مربع يعلوها برج مكسو بالزليج المغربي ويتوفر المسجد على فناء خارجي به كذلك نافرة مغربية ومكتبة تحتوي على أمهات المراجع في الفقه والعلوم الدينية وهو يتسع لمائتي شخص كما أن النقوش على الأعمدة والمنحوتات على السقوف وعلى الأبواب أبدعتها أنامل الحرفيين المغربة الذين قاموا بترميم جامعة القراويين بفاس وكذا تصميم الفضاء الإسلامي في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك نفتح مشاهدنا الكرام الورقة الرياضية بتتويج العداء الهولندية سيفان حسن الفائزة بجائزة ذهبيتي 5000 و10000 متر في أولمبيادي توكيو 2021 بلقب ماراتون لندن للسيدات في أول مشاركة لها على الإطلاق في السباق وليد حميدي علوي في المتابعة ظفرت العداءة الهولندية سوفيان حسن حائزة ذهبيتي 5000 و10000 متر في أولمبيادي توكيو 2020 بماراتون لندن للسيدات في أول مشاركة لها على الإطلاق في السباق البالغة مسافته 42 كيلومترا وبالنسبة للرجال فاز العداء الكيني كيلفين كيبتوم بالسباق محققا ثاني أسرع وقت في التاريخ بزمن ساعتين ودقيقة واحدة و27 ثانية بفارق 18 ثانية عن الرقم القياسي العالمي لمواطنه إليوت كيبشوغ وقبيل ذلك انسحبت حاملة الرقم القياسي العالمي الكينية بريجيد كوسغي من الماراتون بعد أقل من أربعة دقائق على انطلاقه بسبب الإصابة وكانت حاملة لقب ماراتون شيكاغو مرتين والرقم العالمي للسيدات في ماراتون مشترك بين الجنسين قد عانت من إصابة عضلية لكنها أكدت أن تلك الإصابة ليست سيئة بشكل كبير أما بملعب يلكوراتيا السفرة فنجح الإسباني كارلوس الكاراز في التفوق على اليوناني ستيفانوس ستيباس نمبرات نهائية لدورة برشلونة الإسبانية الدولية للتنس ليحتفظ الكاراز بلقب المنافسة نمتابع ورقات شيمة بكا الإسباني كارلوس الكاراز يحتفظ بلقب برشلونة الدولية لكرة المدرب لقب انتزعه الإسباني عن جدارة واستحقاق بعد فوزه بنتيجة 6-3-6-4 على اليوناني ستيفانوس في المباراة النهائية التي جمعتهما هو فوز رابع لنجم التنس الإسباني الشابذو 19 ربيعاً وجه بعض الصعوبات في بداية المجموعة الأولى وخسر إرساله في أشواطها الأولى لكنه رد بسرعة فرداً التعادل لتحسم المقابلة لصالحه أما في المجموعة الثانية نجح الكاراز في كسر إرسال اليوناني وحفظ على تقدمه حتى آخر دقيقة من عمر المباراة التي دامت 79 دقيقة ويبقى أبرز ألقاب الكاراز بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للعام الماضي كما يخوض الكاراز وستيفانوس دورة مدريد لمسترز الألف الأسبوع المقبل في غياب ديوكوفيتش ونضال المصابين تعثر فريق الجيش الملكي خارج الديار أمام مضيفه اتحاد العاصمة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما بملعب الخامس يوليوز برسم روعاً نهائي لكأس الكنفيدرالية الفريقية لكرة القدم وحملت هدفها لاتحاد العاصمة توقيع اللاعبين سعد الردواني وزين الدين بالعيد هذا وتلعب مباراة الإياب على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولي عبد الله بالرباطة في ثلاثين من هذا الشهر وكان فريق الجيش الملكي قد تأهل للدغو الربع النهائي لكأس الكنفيدرالية الفريقية بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على الوصيف بيراميدزا المصرية الذي احتل المركز الثاني في المجموعة بنفسه الرصيدة من النقاط وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشر مشاهدنا الكرام نشكركم على حسن وطيب المتابعة أطيب المناة